بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُنْفًا إِنَّ اللَّهَ يَعْقُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْقُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَعُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِي مَنْهُ وَكَاذِبٌ كَفَّارٌ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الكفار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى على هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بتون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفر فإن الله غني عنكم وما يرضى لعبابه القف وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر وازرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ عَنْدَادًا لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَدَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْنِ صَعْجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُوا الْآكُرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ عَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَعَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّعَبِهُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَعُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا التاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أَبَا مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْ تَتُنْكِذُ مَنْ فِي الْنَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ لَهُمْ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيدُ فَتَرَاهُ مُصْفَرْوًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ خُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَبَى مَنْ شَرَأَ اللَّهُ سَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُونٍ مِّنْ وَبِّهِ فَوَيْنٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكِرِ اللَّهِ أُولَئِكَ هِيُّ بَنَانٍ مُّبِينٍ الله نزل أحزن الحديث كتاباً متجابهاً مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثُمَّ تَنِينُ جُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكِرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَغَدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُدْنِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَيِّهِ ثُوءَ العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فعتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فعذاقهم الله الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يألمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا وجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل غليستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يألمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختسمون فمن أظلم ممن كذب عن الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جعنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين للكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدرن الله فما له من غاد ومن يهد الله فما له من مدن أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سعلتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر غلون كاشفات ضره أو أرادني برحمة غلون ممسكات رحمته قل عسبي الله علي توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسي ومن قل فإنما يذل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسق التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وعده شبعزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وعده شبعزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا مست الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة قال إنما قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالا الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون باعصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئي سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك دآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الوحيم وعليموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من روبكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حينة والعذاب لو أن لي كوة فأكون من المحسنين بلا قد شاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم لا يمصوا مصفوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكير له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أبغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل أبغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متويات بأمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا من قيام ينظر وعشرقت الأرض بنون ربها وودع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقدي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها ختعت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يترون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كيل لخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتعت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم عجب العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يصبحون بحمد ربهم وقدي بينا بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر